أزيد من 100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة تمكنت الحكومة من استرجاعها مؤخرا بعدما استرجعت مديرية أملاك الدولة في ظرف ثلاثة أيام قرابة 50 ألف هكتار وفق ما كشفه وزير فلاحة والتنمية الريفية والصيد البحرية عبدالسلام شلغوم كما تمكنت الحكومة من تسوية 98% من ملفات عقود الامتياز تقرب... 98% من ملفات عقودة 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 حدودة cheap لكن هذه الملفات هات لا تتكلم عن إثبات عقودة عقودة yet bright هذه المثالة جديد أسنت freelance من assez ا mag PR سواق launchها ٹ Ex الأنرياء لماذاгляд lamات عقودة آلو فلاح لمثَترنا فيه جهود لرهيم بدولا بين الديوان وبين المصالح المتعلي دمان باش تتسوى هذا الوضعيات وبعد استرجاء الحكومة لآلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية المتروكة يعمل الولاة بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة على تطبيق إجراءات تمكن من توزيع تلك الأراضي الفلاحية المسترجعة على المستثمرين الحقيقيين في المجال الفلاحي والعمل على التحول من المستثمرات الصغيرة إلى المشاريع الفلاحية المندمجة اشتركوا في القناة